من معبر رفح البري مصطفى عبد الفتاح ينضم إلينا الآن مراسلنا على الهواء مباشرة مصطفى ما الذي رصدته ضمن فقرات هذه الزيارة التي تقوم بها كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة يعني نبدأ بآخر وجهات كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة السيدة سيدريك كاغا والتي وصلت بالفعل داخل قطاع غزة في هذه الأثناء بعد مغادرة منفذ رفح البري من الجانب المصري تقوم الآن بتفقد عدد من المخيمات وجولة تفقدية بصحبة ورفقة أعضاء الأمم المتحدة فرق الأمم المتحدة ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة للتعرف على مدى الأليات المتاحة حاليا ومدى الاحتياجات داخل القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء الحصار المتواصل والقصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة كانت قد انتهت منذ أقل من ساعة داخل الأراضي المصرية عندما توجهت عبر منفذ رفح البري إلى العمق الفلسطيني في قطاع غزة وخلال زيارتها إلى الأراضي المصرية تحديدا في نقطة الانطلاق بداية من تفقدها لمخازن الهلال الأحمر المصري وتعرفها على أليات دخول المساعدات وما تقدمه الدولة المصرية من مجهودات عديدة بدءا من الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية وتجاوزنا مئة يوم وتعرفت على ما قدمته مصر من خلال أرقام وإحصائيات وفقا لفرق الهلال الأحمر المصري الذين تحدثت معهم وأكدوا على أنهم شرحوا لها آليات الدخول وما قدمته مصر من جمع وتجهيز كافة أنواع المساعدات التي تأتي إلى الأراضي المصرية وعبر ميناء العريش الجوي وأيضا ميناء العريش البحري وذلك من خلال استقبال المساعدات الإنسانية أو تجهيز المساعدات الإنسانية الدولية التي تأتي عبر المطار وعبر الميناء أو مساعدات المجتمع المدني المصري وأكدوا على أنهم شرحوا لها كل هذه الأمور أما من خلال حديثنا معها فأكدت على أن ما رأته يؤكد ويبرهن ويعمق على أن مصر قادرة على إدخال وإنفاذ كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وأنها ستقوم بعدة جولات في المنطقة بدءا من زيارتها إلى الأراضي المصرية وصولا إلى الأراضي الفلسطينية أو تحديدا إلى قطاع غزة وقيل أيضا أنها ستتوجه إلى بعض المخيمات الموجودة داخل القطاع ربما ستتوجه أيضا إلى المخيم المصري المقام في محافظة خان يونس وبعد ذلك ستعاود الخروج من هنا من هذه البوابات بوابات منفذ رفح البري والتوجه إلى معبر العجة وما يقابله من الجانب الإسرائيلي معبر نتسانة وبعد ذلك التوجه إلى الأراضي الإسرائيلية ولقاء عدد من المسؤولين وأيضا ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية من خلال اللقاءات التي ستجمعها حيث عبرت وأكدت في لقائها مع القاهرة الإخبارية على أن كل هذه الزيارات تأتي انطلاقا من الهدف الرئيسي والأصيل لقرار تعينها والذي صدر في أواخر الشهر الماضي